يمكن فيه موضوع النهارد عايزين اتكلم فيه وهو ثقافة الاعتذار وانا شخصيا يعني موجهة نظري المتوضعة بشوف ان ثقافة الاعتذار هي ثقافة الحب لازم تتوجه بيها للشخص اللي يستاهلها بالشكل اللي هو يحبه يعني لازم احبك بالشكل اللي انت تبقى شايف ان هو يوصل لك مشاعر الحب كمان لما يكون حقك على ان يعتذر لك لازم اعتذر لك بالشكل اللي وصل لك احساسي بان انا باعتذر من قلبي فالموضوع لازم يكون لي شكل معين ولا بيكون سد خانة لا لازم يكون لي شكل معين يافي بالغرض فيه مثلا شخص بيعبر عن ندمه على اللي حصل بطرق سواء ان هو يغير الموقف اللي اخطأ فيه يحاول ان هو يمسحه عن طريق ان هو يعدله بالشكل الانسب اللي يخلي لقدامه يحس انه تقدر وانه فعلا اتحس انه كان فيه غلط في حقه لقدامه مقدر ده ومعترف بيه وبيغير الاوضاع فيه كمان الشخص يعترف انه متحمل مسئولية او توابع ما حدث منه من خطأ فده يعتبر نوع من انواع الاعتذار يعني المسألة مش كلمة بس انا اسف وانا اسف وبعدين فعلا انا اسف فين ما هي الاسف كلمة وفعل كمان في حسب الموقف يعني شكل الاعتذار يعود الطرف التاني باي حاجة مقابل الموقف اللي حصل مجيش اعمل مصيبة كبيرة واكتب ميسج مينفعش الفويس نوت ميبقى فيه شوية مشاعر اكتر يعني انا شاعر بالاسف والرسالة يبقى فيها تعاطف لكن مكتوبة دي مش هتعمل اي تعاطف خاصة اخصوصا لو جريمتك كبيرة او جريم مشكلتك كبيرة عملتي بصيبة صودة وعايزاي سامحك مش هيسمحك برسالة على قد الخطأ الاعتذار بيكون مهم جدا انت عارفة يا مونة ان انت حطيت ايدك على مشكلة واعتقد عظيم مرة نبقى نتكلم فيها مع احد المتخصصين في النواحي النفسية والاجتماعية ان ممكن الرسائل المكتوبة خاصة لو رسائل فيها نوع من انواع المشاعر سواء كانت غضب حب ايا كان لما بيكون مكتوبة ده بيفتح مجال المتلقي بتاع الرسالة ان هو يترجمها بشكل ممكن يختلف خلص على الحقيقة يعني ممكن هتخيل وش اللي قدامي هو بيقولي مثلا كلمة معينة ان هو متعصب او مكشر رغم من ده ممكن ما يكونش حقيقي ففعلا الرسائل المكتوبة لازم نحضر فيها جدا لو احنا بنحاول نوصل مشاعر معينة لقدامنا فانا ممكن تترجم بشكل عكسي تماما مش حاجة وديتنا بدايا غير القلوب اللي مش عرفها مرسومة ازاي ده ده رحمة رحمة مين ده احنا فين ايام التليفونات اللي كنا بنكلم الناس من بره عشان نعبر عن مشاعرنا وفيه جوابات وفيه وجوابات برضه ما بتوصلش للمشاعر زي ما كون صوتك الفويس نوت مهم لما تيجي تقدميها تظل صحبتك غلطي في حقها ولا حاجة وهي تحس قد انت ندمانة من صوتك غير لا انا آسف انا آسف دي طب يا ترى بيقولي يلا بقى خلصينا انا غلطت في حقك انا مع المكلمات الصوتية ممكن بيليها تلاتين طريقة اداء في حالة اي حاجة فيها مشاعر زي ما قلت الاعتذار الاسف انما غير كده مكلمات للرغي انا من الناس اللي مليش في المكلمات انا بصراحة اي حاجة ينفع توصل برسالة مكتوبة بعيدا عن المشاعر والحاجات اللي هي فيها حميمية او فيها احساس انا موافقة فكرة كمان الايموجيز بقى كتير اللي هي مسلا انا بكلم حد في محل بيشتري منه حاجة ليه حبيبي وروحي وقلوق ليه يعني امال اللي بحبوهم بجدها بقى لهم ايه ده افراد بقى في المشاعر اللي هي ملهاش تمن بقى فالكلمة او الشكل بيفقد معناه وكمان اللي قلت مثلا قلب مشروخ وبتاعي لا غير لما اقولك انا فعلا قلبي وجعني يا هيبة لما غلطت في حقك مثلا في حاجة والنبي سامحيني ارجوك يعني لا يعني افضل اتزللك عشان تسامحيني فغلط انا غلطت وغير لما قلب مكسور وبتاعي بس برضو منفعش برضو خذي بالك دي هنا جزئية مهمة برضو لما يكون اللي قدامي حريص ان هو يعتذر لي ويبين لي اسفه وانا وباقي علي انا كمان ما زلوش انا كمان ادي له مسيحة لا قبولي لا اعتذر طبعا ان هو اقبل اعتذره ان انا ما اكسروش لان في ناس ما بتاخدش الموضوع بشكل فيه تسامح ورحمة بتاخدها بشكل انتقامي انت جدت اعتذر طب انا هطلع عينك او عينك اه موسي ايدي لا انتوا كده قلبتوا الكافة على الناحية التانية خالص بدل ما كنت انت لليك حق بقيت انت اللي غلطان وما لكش اي حق عند اللي قدامك حاول فعلا من قلبه ان هو يعتذر لك ويتأسف لك بصدق فبلاش حتة الكبر عند اللي اعتذر لما يجي لك اعتذر من شخص غلط فيك خليك متراحم وخليك يعني انسان عندك قدر من الانسانية طيب اللي جاي بقى احنا يا ترى لو في مشكلة قدامنا او شايفين حاجة بتحصل غلط بنصارح مين بنصارح اللي حوالينا سواء اهل او قرايب او صحاب او مدير في الشغل بحاجة بيكون الامر فيها مفيد ولا مضر طيب امتى بقى بنكرر ناخد الخطوة دي نزلنا بكاميرا البرنامج وسألنا ايه رأي الناس في القصة دي تعالنا روح تشوف رأي الناس في الشارع تصارح مين بايه ولا ما تتكلمش خالص ونرجع تاني ما تصارحش امتى بتصارح اللي حواليك اهلك اصحابك او مديرك وامتى بيكون ده فيه ضرر او افادة هي مش مدرة هي مفيدة يعني مش مش مدرة لأ هتضر فيه وانت لما تصارح حد بالحقيقة وتعيش معاها على الصدق وحقيقة وصراحة دي مش حاجة وحشة احسن ما تقعدي مع حد على غش ومن غير امانة دي حاجة مش حيلة اساسة يعني فيه ممكن حد تصارحي باللي جواك يبقى مش امين يعني على سرك او ان هو مثلا يبقى مش هيصون الحاجة اللي انت صارحتي بيها اصابت بشخصيتك فانت زي ما بتعمل بصي بيها صارحة ما بتعمل في شغل بصي والواحد بيتكلم بالصراحة لما بيحس اللي قدامه حد كويس او حد ممكن يخف عليه بس بعد كده بنكتشف ان صراحاتنا برضه بتودينا بداهية في الاخر سواء مع الاهل مع الاصحاب مع مديري في الشغل مع اي حد ما ينفعش ان انا كن صراحة خالص وده في جميع الاحوال بس هو الطبيعي ان الصراحة تبقى مخلوطة بأسلوب كويس هو اولا بيكون صراحة مع نفسه قدامه ربنا بلا اي حاجة تاني حاجة لما يكون هو صراحة لو شاف اللي قدامه ان هو يستهي ان هو يكون صراحة معاه انا هكون صراحة معاه في كل حاجة لما اللي قدامه يشاف ان هو بيحول او مثلا بيتكلم عليه في كذا حاجة وبتاعنا اصلا مش هتكلم معاه ما زونش كل حاجة اللي هيفيدك اللي هيفيد اللي قدامه هو اللي بقى صراح فيه لكن اللي مش هيفيده ومش تابعه ممكن ما بقى صراح فيه ممكن حاجة تبقى عندنا مش عايزة أقولها لك إما أنت ملكش علاقة به الصراحة فعلا بتعود 100% بالإفادة مش بالضرر مستحيل تكون صراحة وتعود كمان بالضرر لا أكيد هتبقى بالإفادة ويكفي إن الإنسان يبقى أصلا صريح مع نفسه قبل ما يبقى صريح مع اللي حواليه سواء كان أهله أو حتى أصدقاؤه أو حتى اللي بيتعامل معهم في الشغل سواء كانوا رؤساء أو مرؤسي الصراحة أكيد كويسة وتفيد الغشة عمرو بيوصل لك الهدف اللي أنت عايزاه والله يعني هو صراحة طبعا بتكون كويسة مع اللي قدامك بس في ناس أنت معاليش يعني بتتعامل معاهم نفس المعاملة بالميزة منه المعاملة بالميزة